ملفات عديدة كانت على طاولة اجتماع مجلس الحكومة تموين وضبط السوق الوطنية بالمواد الأساسية والغذائية وشعة الاستهلاك واحد من أهم الملفات الذي لا يكاد يغيب عن هذه الطاولة في كل اجتماع تحدي كانت قد رفعته الحكومة بتعليمات الرئيس تبون الذي يحرص ويشدد دائما على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية لاتخاذ التدابير والترتيبات لضمان الوفرة والقضاء على المضاربة سيد الرئيس الجمهورية يري أهمية كبيرة للقضايا الاستهلاكية وهذا من خلال توجيهه لتعليمات وتوجيهات للحكومة من أجل رفع القدرة الشرائية ومن أجل توفير المواد الاستهلاكية وهذا ما ينعكس على أداء الحكومة خاصة في فترة الأخيرة حيث نجد هناك ديناميكية من طرف وزارة التجارة ووزارة الفلاحة ووزارة الصناعة من أجل توفير المواد الاستهلاكية ومن أجل بخاصة توفير المواد وسعة الاستهلاك الكثير من التحذيرات الكثير من الاجتماعات من اللجان متعدد القطاعات التي تم إنشاؤها الاجتماع عرف مناقشة عروض عديدة كان قد أمر بها رئيس الجمهورية متعلقة بمراجعة وإثراء مدمون القانون الأساسي والنظام التعويض لسلك الآئمة الذي سيفصل فيه شهر فيفري المقبل من مخرجات اجتماع الحكومة مراجعة وإثراء مدمون القانون الأساسي والنظام التعويض لسلك الآئمة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية والأسلاك الجامعية والطبية مناقشة مشاريع النصوص التنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات للحد من حوادث المرور مناقشة إجراءات جمركات سفن الصيد البحري لأقل من خمس سنوات جهود حثيثة تبذلها الحكومة الجزائرية من خلال تكثيف اجتماعاتها التي تخرج دائما بقرارات تعمل على تجسيدها ميدانيا كلها تهدف إلى ضمان العيش الكريم للمواطن الجزائري